السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طلاب الصف السادس الابتدائي. مع نا النهاردة الوحدة الخمسة. وتعالوا دلوقتي احنا في صفحة مية تلاتة وسبعين. آآ نشوف التدريبات بتاعة الوحدة الخمسة. ومع بعض كده نشوف اول سؤال سؤال اللسن. زي ما قلنا احنا دايما بنقول ان احنا لازم نحضره قبل المسا او المسا ما يقول لنا اللسن. بمعنى ان انا هقرأ اللي هو كتبه اللي دول عشان حاول افهم هو بيتكلم عن ايه? طيب نسمع بقى من المس او مستر ونشوف ايه اللي هو يسمعه. هنبدأ بقى. ومجرد ما هنسمع الايجابة يا جماعة احنا هنكتب الايجابة على طول. تمام? احنا مش هنستنى لما المستر ينتهي من الكلام بتاعه وبعد كده نبدأ نفكر ايه اللي هنكتبه? لا. هو اول ما هتسمع عن الكلمة اللي بعدها على طول هي اللي هنبدأ بديكتابتها. طيب. هنبدأ دلوقتي نسمع بقى المس او مستر هيقول لك ايه? رانيا has an interesting travel diary بمجرد ما سمعت كلمة diary اللي هو مفكرة او يوميات نكتبها على طول. مش هنستنى لما المستر ينتهي من القراءات بتاعته. مشي? يبقى كده اول كلمة سمعناها على طول كتبناها. بعد كده. she keeps it because she likes to remember her family's vacation in كرويشا. last year. they visited ماركو بولو ميوزيوم. اه سمعنا واحدة جديدة. they visited the ماركو بولو. اه قلنا ايه ساعتها? ميوزيوم. ميوزيوم اللي هي الايه المتحف. بس بمجرد ما بتسمعها بتكتب على طول. كده انت فضل لك معلومة. تسمعها هتكتبها خلصنا. ماشي? فاحنا بقى ايه بنمشي واحدة واحدة كده مع المس او مستر. نكمل. the museum is on an island. it's really an interesting place. and it's all about the travels of marco polo. and it's all about the travels. travels of marco polo. ايه دي الكلمات اللي كانت مقصانة. كانت بتتكلم عن ماركو بولو. طبعا احنا لو حافظين الكلمات وقارين الدرس كويس. بالنسبة لنا ده هيكون حاجة تافهة. لانه هم مفهوش جديد يعني. وننزل بقى على التدريب التاني. الماتش. عندنا هنا. هنقرأ ونشوف بام. يا ترى الماتش هي بعمل ازاي. هنا ايه اكيد هو بيكلم بي. يعني بصه هيدي هدية بقى. ادي ايه بيتكلم راح بيرد عليه. بصه كده نحن تاني اهو بي. حتى من غير ما نقرأ نقول هم بيقولوي بالظبط. number one. what are you reading? what are you reading? ماذا انت تقرأ? it's my travel diary. يعني انها مفكراتي للسفر. يبقى هنا that's number one. ويعتبر هو اللي جاوبها مش هنا اللي جاوبتها. number two. Vasco de Gama was. ده اسم واحد طبعا كان مشهور في الوحدة بتاعتنا وفي الدرس الاول عرفنا ان ده برضو كان explorel. explorel يعني مستكشف بيروح اماكن وشوف اللي فيها. ف Vasco de Gama was a famous explorer in the past. يعني مستكشف مشهور في الماضي. this is number two. number three. ماركو بولو went across the desert. يعني الشخصية بتاعت ماركو بولو اللي كانت عندنا في الدرس الاول. ده مشهور في الصحراء عبر الصحراء. ونقول الباقي. he rode a camel to china. مشهور في الصحراء ركب ايه ركب camel. كان رايح فين؟ كان رايح. china اللي هي الصين. ما يشيب بهو عبر الصحراء بالكامل بتاعهم. جمل يعني. okay. number four. the museum is on an island. يعني المتحف موجود على جزيرة واللي قرأ الدرس هيعرف ان الجزيرة دي اسمها كورتشيلا. كورتشيلا. ده النطق صح بتاعها. لو سمعت الاستماع في نصوص استماع على فكرة عندنا في القناة. فروح لنصوص الاستماع بتاعت الصف السادس. هتلاقي ان الكمة دي اسمها كورتشيلا. والبلد اسمها كرويشا. كرويشا. اللي هي كرواتيا. وكورتشيلا موجودة في الكلمات جزيرة كورتشيلا. فالمتحف موجود على جزيرة كورتشيلا. ده دي number four. وبكده خلصنا الماتش بتاعنا. وتعالوا نشوف بقى عندنا هنا باسج صغيرة خالصة عن ماركو بولو. وزي ما قلنا ان اللي قرأت الدرس كويس وحافظوا الكلمات. هتبقى بالمثبرة القطعة دي حاجة تفهل. ايه? لان هي موضوعها جاي من الدرس. ما جابهاش من برا ولا خارجي. تعالوا نشوف طب واحدة واحدة كده. ايه اللي بكتوب. بكتوب هنا. ماركو بولو ده كان مستكشف ايطادي. and one of the first people from the west. وواحد من اول الناس من الغرب. to visit china. ان هو يزور الصين. he went there. هو ذهب هناك. هناك فين خلاص عرفنا? china الصين. in the thirteenth century. في القرن تلاتاشر. and wrote a diary about his experiences. وكتب مفكرات بقى عن خبراته وتقربه اللي راحة هناك. تقربه الحيتي. it's called the travels of ماركو بولو. الكتاب بتاعه او المفكرات بتاعه تسمىها سفريات ماركو بولو. ماركو بولو's journey to china was very difficult. بيقولك كان ان الرحلة بتاعت ماركو بولو وهو رايح الصين كانت صعبة. difficult. the journey took years. الرحلة بتاعته خدت سنين. ماركو بولو went on a long voyage by sea. ولكن هو راح رحلة طويلة خالص في البحر. he sailed by ship from venice to cortila. وابحر بسفينة من مدينة venice الى جزيرة cortila. and then on to iran. بعد كده راح بلد اسمها iran. when he got to hormuz. بعد كده راح عند hormuz. اللي ها ما ديك هرموز يعني. he stopped and went across the desert. بعد كده توقف هناك وwent across the desert يعني عبر الصحراء. he rode a camel all the way to china. وركب بقى جمل من الحتة دي لكل عدها لكل الطريق اللي غايت لما وصل للبلد اللي هو كان راح عليها china الصين. a voyage is a trip across there. بيقول لك الvoyage دي. هي رحلة بتمشي فين. رحلة فين بالظبط. احنا لو ركزنا كده بيقول لك. he went on a voyage by sea. بالبحر. يبقى الvoyage دي هي رحلة ايه? رحلة بحرية. يعني بتمشي فيها في البحر. يبقى اول اجابة عندي اللي هي sea. طيب. the underlined word there. بيقول لك الكلمة اللي هي underlined يعني تحتها خط. there يعني هناك. كان يقصد بها ايه? هو ذهب هناك في القرنة الثلاثة. وحناك فين? في China الصين. طيب. نطلع فوق شوية ونشوف الاسئلة اللي تحت آآ صفحة امية اربعة وسبعين. when did Marco Polo visit China? امتى Marco Polo راح الصين? طبعا احنا عرفنا انه في القرنة الثلاثةاشر. فهنا نخطط هنا برضو. هنقول. he went to China in the thirteenth century. ودي اجابة number three. اوكي? نكتب عليها كده. ثري. طيب السؤال اللي بعده بيقول لك. how was Marco Polo's journey to China? كيف كانت رحلة? ماركو Polo الى الصين. كانت ايه بقى? طبعا احنا عرفنا انها كانت متعبة ومرهقة ما هيش كده. كانت صعبة جدا. فالاجابة طبعا مكتوبة هنا. آآ قال لك ان Marco Polo's journey to China was very difficult. يعني كانت صعبة وما كانتش سهلة ولا حاجة. يبقى دي number four. ادي الاجابات بتاعتنا للدرس الاول. وتعالوا بقى ننزل على ال reorder او rearrange اللي هو الترتيل. عندينها بيقولك يبدأ ب what? كتب لي انجي reading are you? يبقى باختصار عايزة قولها انت بتقري ايه يا انجي? what are you reading انجي? what ماذا? are you? انتي? reading تقرأي يا انجي انجي. اوكي? ننزل على بعدهم. بيقولك هنا the كتب لي talk years China to journey. يبقى الرحلة اخذت سنوات كتير. طيب اللي بعده عايز يقول the museum is on an island called كورتشيلا. يعني المتحف يكون على قزيرة تسمى كورتشيلا. the museum is on an island called كورتشيلا. اللي بعده. ماركو بولو ووز an italian explorer. ماركو بولو ووز an italian explorer. تمام؟ بعده كده ننزل عند the punctuation. يقولك how did people get to China those days? يعني كيف الناس كانوا بيروخوا الصين في هزي الايام. ده question. فمن الاول كده بنبعرفين انا في الاخر هننهي ب question mark. ماشي? هنكمل هنا. how did people get to China? اسم بلد. آآ بلد كبيرة. فلازم السي هنا نعملها capital. اسام البلاد محافظات مدن. آآ لازم تتعامل كل ده capital. China those days ما فهمش اي مشاكل دول. days. وما ننساش النهاء وفي الاول بتخلينا نحط في الاخر question mark عم تستفهم. كل اللي عملنا هنا ان احنا عملنا cd capital وفي الاخر question mark. وبكده خلصنا الدرس الاول وعندنا هنا طبعا بيقول لك اكتب من خمسين كلمة ستين كلمة عن ماركو بول وهو مجابعة عنه في اخر الكتاب. ممكن نرجع في اخر الكتاب هنلاقيه مكتوب بطريقة سهلة وبسيطة. وبكده احنا خلصنا الدرس الاول وتعالوا بقى نروح عالدرس التاني احنا كده خلصنا صفحة مية اربعة وسبعين. ويا الله بينا في الدرس التاني. معنا اول سؤال listen and complete ما ننساش ان احنا بنجهز الاستماع. local people in nook village found some unusual objects under the ground. لغاية دلوقتي قمنا لانا قلتاها مفهاش اي معلومة هو بيسألني عنها. نكمل بقى. these objects were beautiful clay sculptures of humans. سمعنا دلوقتي beautiful. play sculptures of humans. sculptures. ادي كلمة sculptures. ونكمل استماع بتاعنا. القملة التالتة بيقول لك. the sculptures were all in the same style. قملة برضو ما سأنيش عنها. they had large eyes. بدأت ال eyes يوصفها. بيقول they had large eyes. large eyes. and تمام. استفادنا منها كلمة large. نكمل ونخلي بالنا position بتاع عاملي ازاي. الوقفة بتاعتي تعمل ازاي. they had large eyes are uncomplicated hair styles. قملة اخيرة. they were usually in a setting position. يعني كانوا قاعدين. ف setting position. يبقى a setting position. يعني كانوا الشكلهم زي ما يكونوا قاعدين. setting position. تمام. ويلا بقى نروح على السؤال التاني. عندنا هنا اه choose. بيقول لك ايه. hundred years ago there. كلمة there. بيقى وراها is was where. عادي غرص بس هدد لأ. there is يعني يوجد في المدارة للمفرد. there was كان يوجد في الماضي للمفرد. there were كان يوجد في الماضي للمفرد. طيب. hundreds of years ago هتخلنا استبعت is. كده كده احنا مستبعدين ضد عشان مفيش ماشي. there is استبعدنا عشان ايه ده من مقاعة السنين. آآ طيب. يبقى نستبعد المدارة. عندنا يا was. يا where was مع المفرد? where مع الجامل? نا ربقى. there was a discovery يعني اكتشاف. الا دي بتدل على المفرد على فكرة. a discovery يعني اكتشاف واحد. يبقى احنا هنا بقى محتاجين there was يعني كان يوجد اكتشاف في قرية نوك. يبقى هي there was. السؤال الثاني بيقولك. اتي معظم. يعني مجموعة من الا. when to explore the area. where the sculptures were. مجموعة من الاركيالوجست. اللي قرأ الدرس يعرف بسهولة انها اركيالوجست. علماء الا. الاثار. راحوا المنطقة لشان. explore the area. يعملوا استكشاف للاريا. المنطقة. where the sculptures were. في المكان اللي يفيه ال sculptures اللي هي التمثيل منحوطة. number three. space. means modern or well developed. معناها حاجة جديدة او well developed. يعني متطورة جيدة. well developed. اللي هي هي بقى كلمة advanced. متقدم. my family space on vacation last year. go on vacation. يعني هزهب في عجازة. لكن هنا كاتب لي last year. العام الماضي. هتجيب لي الماضي من goal اللي هي want. want on vacation. عشان اروح في عجازة العام الماضي. طيب اللي بعدهم. جاب لينا هنا. clay is a type of earth. الطمي او طين. ده نوع من انواع ال earth. اللي هو. الطمي. طبعا هو يصد هنا الطين او صلصال. نوع من انواع الطين اللي هو اي بعم. many old farming tools to help create new ideas. that is sticky and wet. the village of that is number one. the archaeologists found. عُلَمَاء الْأَثَار وَجَدُ ايه؟ وَجَدُ ايه؟ وَجَدُ ايه؟ many old farming tools. الكثير من أدوات زراع القديمة. that's number two. okay. number three. inspiration. الإلهام. is an example others use. others use. بيقولك الإلهام ده. هو example. يعني مثال الآخرين يستخدمونه. علشان to help create new ideas. علشان يساعدهم في ابتكار أفكار جديدة. the sculptures were. التمثيل كانوا. all in the same style. كلهم كانوا بنفس الشكل. تمام? طيب ننزل على السؤال اللي بعده. جايب لنا هنا ترتيب. آآ دلوقتي احنا في صفحة مية واحد مية اتنين وتمانين بيقولك هنا. did he have a lot of homework? did he have a lot of homework? هل هو عنده واجب كتير؟ طيب اللي بعدهم. the quality of work يعني جودة العمل اللي هم العيوه. was incredible. كانت لا تصدق. the quality of work was incredible. incredible يعني لا تصدق. she went to the library last week. هي راحت المكتبة الاسبوع اللي فات. she went to. هي ذهبت الى. the library المكتبة. last week. الاسبوع الماضي. number four. there were iron and stone farming tools. بيقولك. the water in the sea wasn't warm. المية في البحر ما كانتشي warm. طب خلي بالك هو هنا عاوزين الحرف الاولي بس يبقى capital. وهنا في wasn't في ابوستروفي هنا نقصه. وبس كده لان في الاخر هو حالة الفولستوف. تمام? يبقى ما ننساش. اول حرف الجملة بيكون capital. the water in the sea wasn't. ما ننساشي الابوستروفي. warm. يعني ما كانتش دافية. والفولستوف هو واحدة طبعا. كل ما عملنا. نحنا عملنا الحرف الاول capital. وهنا حاطنا الابوستروفي. وهنا بيقولك هتكتب عن النوق حضرة النوق. ومجابة عنه في اخر الكتاب. وبكده خلصنا الدرس التاني. وتعالوا بسرعة نطلع على الدرس التالت. و ودلوقتي صفحة مية وتسعين. الدرس التالت. تعالوا نشوفه كده. برضو عندنا هنا فيه اول سؤال listen. آآ نسمع كويس بقى. آآ بس هنا برضو ناخد بالنا من حاجات احنا نتجي. هنا احنا بيقولك the story was a page from an 18th century writers. بيقولك القصة كانت صفحة من مش عارف ايه لكتب في القناة 18. اكيد من مفكرات الكاتب ده. the writer had a. ال writer آآ نام نوم مش عارف ايه. at his cabin last night. عايزين نوصف السليب بتاعه. نشوف كلمة السليب ايه اللي هيجي قبلها نسمعه. the next day تاني يوم. the ship left that. تاني يوم السفينة مشيت من الغل. عايزين نشوف بقى مكان اللي مشيت منه السفينة. نركز على الثلاث معلومات دور. نشي. يلا بقى نسمع. I read a nice story yesterday. دي اول جو ما فيهاش اي معلومة احنا عايزينها. it was a page from. نخلي بقى بقى. a page from. ما دي نسمعنا. it was a page from an 18th century writer's diary. زي ما توقعناها طلعت كلمة دايري اللي هي المفكرات او المذكرات. دايري. طيب نكمل. بمجرد ما نسمع الايجاب على طول احنا بنكتب الكلمة. طيب. he had a relaxing sleep in his cabin. ادي كلمة sleep سمعناها وكان بيوصف في السليب بتاع انه هو relaxing. يعني نام نوم هادة ومرخي. relaxing. relaxing. طيب. نسمع التلتم. the next morning he had breakfast with others. then the ship lift the port to a mysterious island. سمعنا من شوية. the ship lift the port. يعني المينة. to a mysterious island الى جزيرة غامضة. بالظبط كده دا كان الاستماع بتاعنا. وتعرف عن شوف هنا الماتش بتاعنا. number one. caravan is when a group of camels. يعني القافلة هي عبارة عن لما مجموعة من ال camels الجمال. ويتاني. and people traveling together. وناس بيسفروا مع بعض. ده تاريف الكارفان. caravan اللي هي القافلة. caravan. يبعدي. that's number one. a group of animals and people. امان. number two. wasteland. الارض القافلة. اللي فيها جزارة يعني من الناس. is a landscape. where nothing lives. يعني الارض القاحلة. ده هي مكان. nothing lives. يعني ما فيش اي حاجة بتعيش فيه. nothing. nothing lives. number three. marco polo. was 21. يعني marco polo كان عنده واحد وعشرين. when he went to the gopi desert. لما راح صحراء gopi. number four. by day the empty wasteland was boiling hot. يعني في النهار الارض القاحلة دي. اه بتكون بتغلي من السخونة. by night it was freezing cold. وبالليل بتبقى اه متجمدة من البرد. كده خلصنا من سؤال. الماتش. وتعالنا نشوف برضو هنا. جاب لينا قطعة من الدرسة. فاحنا لو انا الدرس هتيسر علينا خالص في فهم القطع اللي معاه في المنهج الزنادي. بيقول marco polo was 21 win in 1275. he went into the gopi desert. يعني marco polo كان عند واحد وعشرين سنة لما في سنة الف مدين خمس وسبعين هو راح صحراء gopi. uh for the first time del awell morrow. he was fascinated by the sand dunes. وكان بقى uh fascinated. كان منبهر خالص بالكسبان الرملية which move with each step the dromedaries made. اللي كان بتتحرك مع كل خطوة بيخطوها الجمال. dromedaries ده نوع من انواع الجمال. some of the dunes were 60 meters tall. في من الكسبان الرملية كان طولها 60 meters. اللي هو 60 متر. and 20 meters long. and their shapes were always changing. والاشكال بتاعتها كانت دايما changing. يعني بتتغير. the wind made them move and drill like huge yellow waves. الرياح كانت بتخليهم يتحركوا ويلتفوا كما لو كانوا زي ما يكون في بحر يعني. موجات صفراء ضخمة. بس المرة دي في الصحراء مش في بحر. in fact the local people called the goopy desert the dry sea. وبيقولك في الحقيقة الناس المحليين بيسموا الصحراء goopy دي. the dry sea يعني البحر القاف. يعني هي عاملة زي البحر بالضبط. in their language. في اللغة بتاعتهم الترجمة بتاعتها معناها البحر القاف. the dry sea is in the in the caravan move slowly up and down the sand dunes. بيقولك الجمال في القافلة كانوا بيمشوا ببطء كده في طلعين ونزلين في الكسبان الرملية. number one في الاسئلة. local people called the goopy desert. الناس المحليين كانوا بيسموها ايه؟ من شوية شفناها. the dry sea يعني البحر الايه القاف. كلمة dromedaries ده نوع من انواع الايه؟ عرفنا ان هي نوع من انواع الكاملز. when did ماركو بولو go to the goopy desert؟ مات ماركو بولو راح صحراء goopy؟ طبعا كلنا عرفنا ان الكلام ده كان لما كان عند واحد وعشرين سنة. طب انت بالظبط سنة الف متين خمسة وسبعين دي الاجابة بتاعت number three. in twelve seventy five. السؤال التاني بيقولك summarize the main idea of the passage in two sentences. يعني لخص الباسج دي في جملتين هنقول له ان ماركو بولو went to the goopy desert in twelve. seventy five. يعني راح هناك في صحراء جوبي ده سنة الف متين خمسة وسبعين. he went there by dromedaries ورح هناك بال dromedaries اللي هو نوع من انواع الجمال ده ذات السنة الواحد. طيب. هنا بقى جاب لنا ال reorder بتاعنا. number one في reorder. عندنا هنا. the dromedaries. يعني الجمال. the dromedaries moved slowly in the caravan. in the caravan. يعني الجمال كانت بتمشي ببط في القافلة اللي بعدم. the ship يعني استفينة didn't leave the port yesterday. the ship didn't leave the port yesterday. تمام. i read a book in my cabin. يعني انا قرأت كتاب في الكابن اللي هي الكابينة. i read a book in my cabin. الرابعة معانا بيقولك. sand dunes. يعني الكسبان الرملية. where like كانوا مثلا. huge yellow waves. يعني الامواق العملاقة الصفراء. يبقى نكتب هنا. sand dunes. where like huge yellow waves. تمام. بعد كده البنكتويشن بيقولك. she was sad all day yesterday. طبعا عندنا الاس بتاعت she. وفي الاخر الفلسطوب. جملة بسيطة وعادية. she was sad all day yesterday. وما ننساش في الاخير نحط الفلسطوب. يبقى منا الاس الاول حرف الاول وفي الاخير فلسطوب وبكده خلصنا الدرس التالت. ونشوف بقى الدرس الرابع. اه صفحة مية اربعة وتسعين. اه الاستماع بقى معانا. يلا نشوف. listen and complete. السؤال الاول number one. we had a delicious lunch on that. يعني احنا اكلنا اه الطعام او غداء لذيذ على الايه? ذا فلوكا. فين في الفلوكا بالزبط. number two. a man was playing traditional Egyptian music on an. كان في راجل بيعزف موسيقى مصرية تقبضية على آلة معينة. number three. i had such a wonderful. انا قضيت مش عارف ايه. جميل. تعالوا نشوف بقى ايه النقط اللي نسمع كويس بيقولك. in the afternoon we had a delicious lunch on board of the the feluca. on board يعني على ظهر. هي دي اللي نعايزها بقى. on board. on board the feluca. يعني on board of the feluca. يعني على ظهر الايه? الفلوكا. on board of the feluca. طيب. and there was a man playing traditional Egyptian music on an oud. على العود. اهو. سمعنا بقى. a man was playing traditional Egyptian music on an oud. العود اسمه كده. بعد كده نكمل الاجتماع. he played such a wonderful experience. هي دي. i had such a wonderful experience. يعني انا عملت تجربة حياتية رائعة. طيب. ننزل بقى على السؤال التاني الماتش. بيقولك هنا. a feluca is a traditional Egyptian sailing boat. يعني الفلوكا دي. هي مركب. ابحار. مصري. تقليدي. طبعا بيكون مصنوع من الايه? مصنوع من الخشب. that's number one. it's made of wood. طيب. number two. the boat had two white sails. بيقولك المركب كان في white sails. والwhite sails دي. هي الشراع بتاع المركب. بيقولك المركب كان في شراعين كده لهم ابيض. وكانوا اه طبعا متحركوا من الرياح الاشراع دي. which moved gently. كانت بتتحرك كده بشكل لطيف. in the wind في الايه? في الرياح. يبقى that's number two. number three. the pyramids were huge. الاهرامات كانت كبيرة خالص ضخمة يعني. وكانت الاحجار بتاعتها لونها لون الدهب. طبعا اللي اقرأت درسة هيران الحاجات دي سهلة جدا يعني. وهي مباشرة من الدرسة. the great pyramid. الهرام الاكبر. طبعا ده اللي هو اكبر واحد فيهم ده. the tallest of the three pyramids. يعني اطول واحد في الاهرامات. التلاتة. that's number four. بعد كده هنا جايب لنا قطة عن بنت اسمها. نادين بتقول my name is نادين. i went on a boat trip with my friends last weekend. انا اسمي نادين وروحت رحلة بالقرب مع اصحابي. الاجاز اللي فاتت. اطول سيريوس من. كان في راجل جاب كده طويل. called عادل. اسمه عادل. was the captain of the boat. هو الكابتن بتاع المركب. the trip was amazing. الرحلة كانت مذهلة. we كنا ماشيين في النهر كده ببطء. في الشمس الايه الدافئة. the boat had two white tails. المركب. كان ليه شراعين لونهم ابيض. وكانوا بيتحركوا ده اللي احنا شفناها من شوية جنتل في الايه في ال الرياح الدافئة. it was so quiet and calm. بيقولك كانت الرحلة كده quiet and calm. يعني هادية. a lovely way to travel. يعني طريقة جميلة خالصة ان الواحد يسافر. we listened to music along the way. وكنا بنسمع موسيقى طول الطريق. there was a man who played the flute. كان في راجل بيعزف على آلة الفلود. he played beautifully. كان بيعزف بشكل جميل. the music was magical. يعني الموسيقى كانت ساحرة. it was a wonderful and peaceful trip. كانت رحلة هادية و wonderful يعني رائعة. عادل was the. عادل كان ايه بقى. لكن عادل was the captain. يبقى خلاص عرفنا ان عادل ده كان الكابتن بتاع البوت المركب. كلمة peaceful هادئة معناها ايه? peaceful بتصوى quiet. الاتنين بمعناها هادئ. السؤال. when did nadine and her friends go on a boat trip? متى? نادين واصحابها راحوا البوت تريب. في اول سطر الاجابة هتلاقوها last weekend. الاجازة الماضية. اللي هي في نهاية الاسبوع اللي فاتح. فهنكتب الاجابة المختصرة. هنكتب last weekend. تمام اللي بعده. what musical instrument did the man play? الراجل عزف على قلت الايه? طبعا هو عزف على الفلوت. هنقول ذا فلوت. اجابات مختصرة. سؤال الترتيب. السؤال الرابع. رتب الكلمات. بيقول لك هنا. ذا فلوكة is made of wood. الفلوكة wood. يعني مصنوعة من الايه? مصنوعة من الخشب. الا بعدها number two. today i had. النهاردة انا قضيت. an experience. an amazing experience. يعني تقربة مذهلة. هتبقى today i today i had. يعني انا قضيت. بتقربة. او لو عاوز اوصف التقربة هاجب الصفة بتاعتها قبلها. التقربة بتاعتي كانت amazing. يوبا. today i had an amazing experience. طيب اللي بعدها. the great pyramid. الهرم الاكبر is. يكون. والطول بتاع 147 meters high. 107. واربعين متر ارتفاع. we had a delicious lunch on the فلوكة. يعني احنا اكلنا طعام لذيذ على الفلوكة. we had a delicious lunch on the فلوكة. طيب. بعد كده. punctuation. i had a wonderful experience in دلوقتي. experience in. من اول هنا بقى. the e بتبعى capital بتاعت ايجيبت. لانها دولة. وفي الاخير full stop. بس فيش اي حاجة غير بها الا بس. الايه. اه. the e بتاعت ايجيبت. وفي الاخر full stop. وما تنساش هنا بيقول لك اكتب عن my trip to الف يوم. وموجودة الاجابة بتاعته في الكتاب. صفحة 199. اه. جاب لنا هنا students book corner. اه. يعني ركن كتاب المدرسة. اه. تدريبات حلوة في كتاب المدرسة كده. تعالوا نشوف ايه اللي فيها. اه. هنا بيقول لها complete the daily the correct past simple form of the verb in brackets. يعني اكمل المحادثة دية بالشكل الماضي المزبوط بقى للفعل اللي موجود بين الاقواص. يبقى احنا عندنا هنا فعل بين اقواص زي كلمة بي. بيقول لك هات الماضي منه هنا. اه. بشكل مناسب. اصل بي دي في الماضي. اما واضي اما وار. فاحنا نقرأ بقى ونشوفه يا واض ولا وار. طب عندنا هنا سامح بيكلم كريم. بيقوله ايه. how not your trip. الترب بدي مفرد ولا جامعة مفرد. يبقى ناخد واض ولا وار. طبعا خلاص عارفنا ان هي واض. يبقى احنا نقول ايه. how was. كيف كانت رحلتك يا كريم. كريم رد هيقول it be. طبعا برضو اكيد it was يعني انها كانت. be يعني was aware. وخلاص مدام it يبقى انت تاخد واض. it was really good. thanks. يعني كانت حلوة شكرا انخص اتا تسألني. we are to the western desert. رحنا الصحراء الغربية. طيب. الفعل جوه هات الماضي نقول اللي هي ايه? went. we went. احنا ذهبنا الى الصحراء الغربية. سامح. قالوا. واو. وهنا هيسألوا بقى سؤال في الماضي. اه وبيقولك الفعل بتاع go. هتبقى did you go with your parents? يعني هل طبعا احنا عارفين ان السؤال في الى بيس ونو في الماضي بكلمة did. هتبقى did you? ما ننساش. هو احنا في الماضي. اه فعلا بس بعد did بيجي الفعل في الماضي. فجوه هتوقع زي ما هي. did you go with your parents? رحت مع بابا وبابا. بعد كده رد عليه كريم. قال له no i not with my uncle. وكاتب لي هنا بي. اه طيب. بي احنا قلنا was aware. هتبقى اي تاخد ايه? تاخد was. لا انا كنت مع my uncle اللي هو عمي. we some very nice places. وكاتب لي هنا find. الماضي من find اللي هي found. يعني احنا وجدنا اماكن nice لطيفة. سامح. هيقول له. وسؤال في الماضي. على كلمة there. في الماضي there بيجاب لها was aware. was مع المفرد. where مع الجامل. any other children. الاطفال. مفرد ولا جامل? جامل. يبقى خلاص احنا هنسأل بكلمة where there. هل كان يوجد. where there any other children on the trip? بحل كان في اي اطفال بقى في الرحلة. هلو no there. سألتيني where? be هتبقى where برضو. بس مع النفي معنى هتبقى weren't. يبقى no there weren't. يعني لا ما كانش هناك اي اطفال. but i الماضي من have had. بس انا had fun. يعني استمتعت كتير خالص. طيب. وهنا بيقول لك cycle the correct answer. يعني حط دايرة على الاجابة المزبوطة. يعني هو ما راحش في جولة القصر مع الاجابة اللي هو المرشد السياحي. اللي بعده. did your mom? طبعا خلاص احنا عرفنا انا didn't and did. بيقى بعدها الفعال في المصدر. فهنا ايه بيكلم بي بيقول لها? did your mom make your dress? هالمامتك اللي عمدلك فستانك يا ليلى. هترد ليلة تقول yes she. السؤال اللي did بنجاوب عليه برضو. did مع yes. طبعا did. ولو كنا قلنا no. كنا ناخد didn't. تمام. ايه اللي بعدهم? we didn't. بيقى بعدها الفعال في المصدر. have. we didn't have a good meal in that restaurant. يعني ما ما عملناش او ما اكلناش وجبة حلوة في المطعم ده. number four. the water in the sea. المية اللي في البحر. weren't ولا wasn't. المية مفرد. طبعا wasn't warm. ما كانتش دافيا. where did you? بعد يدي فعال في المصدر. find your books. يعني انت وجدت الكتب بتاعتك فين? فهنا رد عليه. قال له they were in my bag. علشان they ما تاخدش غوص ده ياخد where. هما كانوا في شمطته. طيب. وهنيجي بقى هنا للسؤال التالت. the match. يلا هنا بيقول لك clay. clay اللي هو الصلصال او الطين. ال clay ده عبارة عن ايه? ده هو نوع من انواع ال earth. نوع من انواع الطين اللي هو بيكون sticky. يعني لازج كده. بيلزق في لدين. لازج. وين وقت لما يكون مبتل بيكون لازج. يبقى that's number one. هو ده تعريف الكلاية. inspiration. الالهام. وحية او الهام. ده معناها كده. مش ان انت تجيب افكار جديدة. an example others used to help create new ideas. هو ده المثال اللي الناس بتستخدمه علشان تطلع لي new ideas. يعني افكار جديدة. هو ده الالهام. tools. الادوات. الادوات ده هي ايه? اشياء احنا بنستخدمها علشان نصنع او نفعل اشياء. فهنا بقى هو ده تعريف tools اللي هي ايه? objects we use to make or do things. اشياء بنستخدمها علشان نعمل حاجات او نصنعها. طيب sculptures. التمثيل المنهوتة. التمثيل المنهوتة ده عبارة عن ايه? عبارة عن art made from stone or wood. يعني اه فن كده بيتعمل من الحجارة او الخشب. هو ده. sculptures. التمثيل المنهوتة او المنهوتات. advanced يعني متقدم. يعني ايه بقى? كلمة متقدم يعني modern. يعني حديث. متقدم يعني modern or well developed. متطور كويس او جديد. archaeologist. archaeologist. العالم اللي بيدرس للاشياء بتاعت اه اللي هي الاثار يعني وكده الحاجات اللي في الماضي. فبيقولك archaeologist. a person who studies very old objects. يعني شيء الشخص بيدرس الاشياء القديمة جدا. that find under the ground ده اللي بيلاقوها تحت الايه? تحت الارض. طيب. mystery حاجة غامضة. something that people cannot understand or explain. حاجة الناس ما تقدرش تفهمها او تشرحها يعني. هو ده الشيء الغامض. خلصنا من الماتش. كان طويل شوية. طيب تعالوا بقى هنا نشوف الكطح الصغيرة ده اللي فيها تلات كلمات ناصين واحنا هنا هناخد من الاربعة دولن نحط هنا تلاتة. يقولك played يعني لعب او عزف على حسب الجملة. enjoyed استمتع liked احب وانت يعني ذهبا. yesterday was a fun day. مبارح كان يوم فن ممتا. we not to the beach. we went to the beach. يبقى هنا we went احنا ذهبنا الى الشاطئ. and swam in the sea وعمنا في البحر. we ate pizza. احنا اكلنا pizza. and we handball. we played. والعبنا بقى handball. تمام. after that we went to the cinema. بعد كده رحنا السينما. to watch a movie. علشان نتفرق على فيلم. we watched a funny movie. فرقنا على فيلم مضحك. and we ate popcorn. وأكلنا popcorn يعني فشار. we not our time. we enjoyed. يعني احنا استمتعنا بوقتنا. we enjoyed our time. استمتعنا بوقتنا. طيب الاختيار هنا. يلا نشوف الشوز. بيقولك they traveled to london last year. هما ما صافروش london السنة اللي فاتت. كتب لي last year بتدل على الماضي. يتبقى they didn't. didn't بتدل على زمن الماضي البسيط. he a chocolate cake yesterday. يستردي بتدل على الماضي. يبقى هنجيب الماضي. made. يعني هو وصانع كيكة شوكولاتة مبارح. number three. were they sad. يعني هل هما كانوا sad. زعلانين. no they. طبعا يا where. يا weren't. مع yes نقول where. ومع no نقول كلمة weren't. تمام. they not to the zoo last weekend. الأجازة اللي فاتت. عضلت ناية الأسبوع اللي فاتت. فعندنا كلمة last بتدل على الماضي. تبقى they went to the zoo. هما ذهبوا إلى الزو اللي هي الحديقة. عندنا سؤال هنا بيقولك correct the underlined words. يعني صحح الكلمات التي تحتها خط. خلي بقى لك. هنا بيقولك she be angry with her sister yesterday. هي كانت غاضبة من أختها مبارح. يستردي بتدل على الماضي. طب الماضي بتاع بي هو was aware. she تاخد ايه تاخد was. بس كده سهلة وبسيطة. لازم نخلي بقى لنا من was إن هي من كلمة be إن هي was aware. does sama go to the hospital last Monday. اللي اتنين اللي فات. ده ماضي. في الماضي بنسأل بكلمة ايه؟ بنسأل بكلمة did. لما بيكون عندنا فعل في المصدر. ودد معناها هل. يعني هل سامة راحت المستشفى last Monday اللي اتنين اللي فات. اللي بعده number three. they have a lovely day. يعني هما قد وقت حلو في البارك مبارح. الماضي من have had. ليه أنا خدته ماضي عشان بيقول لي الكلام ده كان yesterday يعني مبارح. I go to the park on ride to ride my bike two days ago. اجو بتضل على الماضي. يبقى انت هنا تخلي بالك من حاجة. او انت بتغيرك جملة بتاتك تخلي بالك من yesterday. تخلي بالك من last. تخلي بالك من ago. او المثلاء الكلمة دي تعرف ان انت رايح لزمن الماضي البسيط. تمام. فهنا الماضي من go هي went. يعني ذهبا. يبقى انا ذهبت البارد. اه علشان اركب البايك بتاعتي من يومين فاته. وندخل هنا بقى على test yourself. يعني اختبر نفسك على unit five. يلا نشوف الاستماع. جايب لينا هنا سؤالين listen. طيب اول سؤال بيقول لك true false. اول واحد بيقول لك. افلوك is a traditional Chinese sailing boat. على فكرة انت من غير ما تقرأ. ها دي false طبعا. هنا بيقول لك ان ده مركب. الفلوكا دي مركب صيني. وهو المفروض Egyptian. المهم. فلوكا is made of wood. مصنوع من الخشب. دي true. كريم was the captain. كريم كان الكابتن. مش عارفين بقى دي. دي لازم نسمعها كويس. طيب. تعالوا بقى نسمع ونتأكد. وانا برضو مش هكتب true false إلا لما نسمع. احنا عارفين ان هي Egyptian مش Chinese. بس لازم نسمعها. كويس. طيب. هنا بيقول لك. yesterday i had an amazing experience. i went on الفلوكا on the river Nile. لغاية دلوقتي احنا ما فيش حاجة احنا عايزنا. الفلوكا is a traditional Egyptian sailing boat. ادي اول واحدة خلاص تأكدنا انها false. يعني غلط لانه بقول ايجاب شنوها كتب Chinese. طيب نكمل. it's made of wood. طبعا دي مضبوطة. made of wood يعني مصنوعة من الخشب. يبقى السؤال التاني. true يعني صح. عايزين نتعكد بقى اذا كان كريم هو الكابتن الا. a tall man called كريم was the captain of the boat. اه طلعت صح بقى دي خلاص. سيبقى دي true. وبكده احنا خلصنا الاستماع بتاعنا. تعالا نشوف بقى الاستماع اللي هنعمل منه complete. طيب. الجومل بتقولك. i was. انا كنت ايه. all day yesterday كنت فرحان زعلان طعبان كده. انا هنسمع هو كان ايه. the weather was bad. الطقس كان وحش. سيء. and there were some strong. وكان في strong ايه. عايزين نسمع كويس بعد strong هتطلع لنا كلمتين. in that. i had nothing to do but read my book. فين بالظبط ما كانش عندي حاجة اعملها الا ان انا اقرأ الكتب بتاعدي. يالله بقى نسمع ونشوف. هنا بيقولك. i was sad all day yesterday. انا كنت ساد يعني حزين. يبقى ادي اول واحدة. i was sad all day yesterday. number two. the weather was still bad. and there were some strong winds. يعني كان في رياح قوية. winds. تمام. كده قويبنا اتنين فضل لنا واحدة. عايزين نسمع بقى هو كان ايه. في ايه بالظبط كان بيقرأ. طيب. i went for long walks around the ship to pass the time during the day. in the evening i had nothing to do but read my books. in the evening. في المساء. in the evening. تمام. الناس اللي سمعتني بقول in the evening. ليه قلت ذي مش ذا. علشان بتبدأ بصوت متحرك وكلمة ذا لما يجب بعدها صوت متحرك بنراها ذي مش ذا. طيب. ننزل بقى على ال reading. بيقول لك. they. اه. وهنا. space. on a journey to an island. called. كورتلا. last year. اهم حاجة عندك وانت بتقرى كده. last year يعني العام الماضي. علشان تعرف ان احنا عايزين فعلا في الماضي. الماضي من كل الافعال اللي قدامة دي. when. الجملة بتقول لك. هما ذهبوا في رحلة الى جزيرة اسمها كورتلا. السنة اللي فاتت. ده المعنى. طيب اللي بعدهم. سلمة. نقط. buy train last month. she went by plane. عايز يقول ما رحتش بالقطار الشهر اللي فات هي راحت بالطيارة. ما رحتش لم تزافر. في الماضي بيقول لك didn't travel. وتخلي بالك كويس من كلمة last month. عشان هي اللي خليتني اخد didn't travel. هي اللي بتدل على الماضي. number 3. marco polo was an indian. italian. يا طرى ماركو بولو. ماركو بولو ده كان. ايطالي ايه. طبعا ده كان. يعني مستكشف ايطالي. طيب. number 4. كلمة. is an example others used to help create new ideas. ما هو مثال. او حاجة كده. الناس بيستخدموه علشان تساعدهم في ان هما يطلعوا افكار جديدة. طبعا ده ال inspiration الواحد. او ال الهام. نيجي بقى هنا للسؤال الرابع. كيف لنا match. بيقولك هنا سؤال بيبدأ بوير. ايه بيكلم بي. خلاص احنا خلاص في هنا الفكر ان هي ايه. يبقى الاجابة يا ام دي يا ام دي يا ام بي يا ام اي. تعالوا نشوف بقى. where there any kids on the boat. هل كان في اي اطفال على المركب. يا اما نقول له yes او no طبعا. بس خلاص هي جوبة نفسها. هنا قال له no there weren't any. لا ما كانش في اي اي اطفال يعني. يبقى هنا دي number one. تمام. number two. the word swaying means. كلمة swaying يتميل الجمال. وهي كانت بتتميل في الصحراء بتاعة goopy desert. صحراء goopy. طيب. swaying يتميل يتأرجح. معناها ايه دي يعني يمشي من جنب الجنب. moving from side to side. ماشي. that's number two. what are you reading لما. واحدة بتسأل بتقولها انت بتقر ايه يا لما. طبعا معروفة الإجابة. it's my travel there. عرفناها منين لان ايه بي كلم بي. بتقولها انا بقرأ ال travel there. اليه يومياتي بعد الصفر. that's number three. اخر حاجة. the word wandered means. يعني wander. wander يعني تمشي كده بدون هدف يعني. بدي تتجول كده وخلاص. wandered. walked about يعني تمشي without a direction. من غير ما يكون فيه اتجاه معين كده ليك. يعني ماشي كده وخاص بتتمشي يعني. okay. كده احنا خلصنا المات. تعالوا ننزل على number five. بيقولك هنا قطع عن ماركو بولو. احنا قرأنا عنه كتير ماركو بولو. بس تعالوا نشوف برضو القطع بتثبت معانا بقى الدرسنا. ماركو بولو went to the gopi desert for the first time. وراح صحراء غوبي سنة الف من خمس سعين. قرأناها بلكده دي. he went toward lopnour. يعني هو راح تجاه lopnour. ده اسمه مكان. بيقولك the last village. اخر قرية قبل ما يدخل الwest land. الارض القاحلة. بتعت الصحراء. ماركو بولو knew that after this place. بيقولك كان عارف ان بعد المكان ده there was nothing. for thousands of plumblings. ما كانتش فيه اي حاجة لالاخ الكيلومترات. لانها اماكن قاحلة. قاحلة يعني مفهش زرع ولا ناس. it was a mysterious and dangerous place. كان مكان بقى خاطر وغامض. by day الصبح بقى it was boiling hot. دي صحراء. فكانت الصبح بتغلي من السخولة. بالليل by night it was freezing cold. كانت متجمدة من البرودة. they went on silently. كانوا ماشيين بصمت كده. but often the wind made strange noises. بس الريح كانت بتعمل اصوات غريبة كده. like voices singing and drums playing far away. عامل زي ما يكون اصوات بيتغني وطبول يتم تخبط عليها من بعيد خالص. there were many strange legends. كان فيه اساطير غريبة خالص عن الصحراء دي. الناس بيقولون the travelers who were lost المسافرين اللي هما تاهوا وفقدوا في المكان ده long ago in the desert wonder there كانوا بيتجوّلوا هناك. هما ميت يعني كان الأشباح بتاعته مياه اللي بتتجوّل يعني. طيب ننزل بقى للاختياري. بيقول لك هنا in 1275 Marco Polo went to the Gopi Desert for the هو راح Gopi Desert ده في 1275 لأول مرة for the first time طبعا. كلمة legends اساطير دي معناها ايه؟ اساطير يعني قصص يعني وحكايات stories. السؤال الثالث When did Marco Polo go to the Gopi Desert؟ إمتى راح هو the Gopi Desert؟ سنة 1275 تمام؟ يبقى 1275 وهنا بيقول لك لخص القطعة دي في جملتين. ممكن ممكن نقول التلخيص عندنا هنا بيقول لك إيه؟ Marco Polo went to the Gopi Desert in 1275 It was very hot in the day and very cold at night. يعني Marco Polo راح صحرق Gopi سنة 1275 وسبعين It was very hot in the day. يعني كانت الدنيا حر جدا في النهار and very cold at night والدنيا كانت آآ برد جدا في الليل. تمام؟ يعني هو مفيش مكان بس احنا جايبنا هنا عشان تشوفها بس في أي مكان زي كده ممكن توقف الفيديو علشان تتأكد من الكلام اللي احنا كاتبينه وتشوفه كويس. طيب هنسابها هنا طبعا هي مش واضحة بس احنا خلاص وضحناها من شوية. تعالوا ننزل على الترتيب بيقول لنا هنا هنبدأ بهاو كيف فإلا كان الناس أصبحت إلى الصين؟ كيف خوضتهم القاتب على الصين؟ كيف فإلا كان الناس أصبحت إلى الصين؟ ك volunteered пон why continued سئ لتأتي ذلك يعني هما راحوا أجازة الإسبوع اللي فات they went on vacation last week تمام إلا بعدهم that's number two the the sculptures يعني التمثيل المنحوطة had complicated hair styles يعني كان لها style شعر كده معقد شوية يبعا نقول the sculptures had complicated hair style تمام that's number three نحط هنا هو قملة الأخيرة she didn't want to go on a journey يعني هي ما كانتش عايزة تروح رحلة she didn't want to go on a journey ما كانتش عايزة تروح الرحلة وهي سؤال هنا بيقول لك يعني ده سؤال طبعا عشان بيبدأ بكلمة where فبيقول طبعا هو كاتبها فمش محتاجين احنا نعملها حاجة بس احنا عملنا اللي هي بتاعة أول حرف عندي عملناها بتاعة كلمة اينا وما ننساش في الآخر ال و بكده احنا خلصنا الوحدة بتاعتنا ودي كانت صفحة اثنتين واثنين ونشوفكم ان شاء الله في فيديو قادم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته